موسيقى مرحبا بمهندس قراس من الأنماليا والأستاذ قاضي اليوم سنعطيكم ونكملكم الفعل حامل ويضاً عليكم البعرة ويقومون بيستعلم ويستعلم في الدجمن وميستعلم من ثماني حاليا ويستعلم مع ويستعلم مع جمال مرحل بات عليكم نعم نعم وقدت نعم طيب أخواتي فعل هابك حوالي الألب يستخدم بطريقتين إما بفعل كفعل بلك فعل ورئيسي أو يستخدم كفعل مساعد مثل هاي الجملة بهاي الجملة أخواتي هي فعل ما هو بالماضي يعني بالمعدة إيش هابك يستخدم كشتابين ألب مبارح نبدي كويس ألب مبارح نبدي كويس فمنحب أحيان هابك مباشرةً بعض البطير ومننقو للفعل الرئيسي للآخر نزيد الماضي طبع هلون شخص رح يشرحكم ياهم ولكن بهم أنتوا نفهموا شكلوا عنه أن الفعل هابك يستخدم إستخدامين إما فعل نظامي فعل منه أنا مبنوكي ومبنوكي 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 أو الإستخدام الثاني هو فعل مساعد للفعل الرئيسي في حال الماضي هاي الجملة أخواتي واحدة قبل دو هست عين خوص دو هست عين خوص شرحوا هوا الصلاة دو هست عين خوص دو هست عين خوص دو هست عين خوص دو هست عين خوص بيت أو منزل يا هات أغانست يا هات أغانست يعني أنا أعين دولنا لديت خوف أو عنده خوف مما معناه هذا هو عند قشاك هذا هو عند قشاك يعني هو لديه محل هو لديه محل مودو كافي نقول نفسنا نعمل هي هذا النص لدرجة شخص نعمل نحن لدينا مراء أو مزاج لتعلم اللغة الألمانية لذا من الترثمات المحابية نحن لدينا مزاج أو حابين لتعلم رغبة رغبة لتعلم اللغة الألمانية تصرف الفواتي فنحن لدينا رغبة لتعلم اللغة الألمانية هنا ما يقول خلصنا مش ما تخبرناكم ذلك هابل من عين إيرو استخدامي استخدام أساسي مش بسألوه هاستقائي الهاوس لأنه فعلت الملك أو يستخدم كفعل مساعد بحال الماضي تحياتي لديكم إذا لديكم أي سؤال يتمنى سألوني بالتعليقات تحت الفيديو إذا لدينا أي استفسار عن الفيديو والاو المتغرب السابق تذروا تسألوني كمال تحت الفيديو تحياتي لديكم أخباً بالإذن والسلام عليكم وعند الله بركاته أشه في أماكن أشه بى السمارة إذن